السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة كنتم مننا إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير أنتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الآخر ولعجبكم ما تنسوا الشاركة في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما إن شاء الله تتوصلوا الجديد اللي اجداد على القناة واللي قدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة شكرا على التعليق زوين اللي كتحطوا ليا بسم الله على بركتي الله هنا كنجيب طنجرة تضغط أو كندير روز ول ول كندير وكيد سلق إذا تهنزل لفص معامراش صغيرة كنضيف عليا الماء وكنغسلها مزيان كنفرقوها كبيد دي حتى كي حيد منو هاد نشا وكنعود نغسله ثلاثة المرات بحلقة كنعود نغسله واده نرجع معكم بعد ما غسلت الروز كنضيف زلافة اللي ولا ديال الماء وزلافة ونص اللي غادي ندير ديال الماء باش كي يجينا الطياب دياله هو هادك كنضيف شوية زيت البلدية أو زيت الزيتون اللي ما متوفره شعندنا كنديرو الزيت نباتية او كنديرو معي القادية الزبدة حتى هي كتجيب نينا كنديرو حضر الشة ديال الملح صافيو كنصد عليه الكوكوت او كنحطوه كيتسلق بعد ما كتصفر عليه الكوكوت كننقصها هكا لجهدها وكنخليها عشرة دقيق بعد غادي نجيب جوج حبات ديال البصلة نعندي البصلة حمراء ديال البصلة اللي متوفره عندكم إلا كانت الحمراء أحسن إلا ما متوفراش كنديرو البيضاء ما شي مشكيل صافيو كنقطعهم هكا رقاق كنستمر عليهم بحلقة حتى كنقطعهم صافيو حتى كنكمل هكا البصلة ديالنا بغضي نضيفها هنايا في الطنجرة هنا هنضفتها في الطنجرة كندير البصلة وكندير هنايا شوية ديالزيت نباتية وحتى تلاتة المعارقة ديالزيت نباتية كنحطة فوق البغطة كتشحر كنخلي البصلة ديالنا هكا حتى كالدبال استمر عليها بحلقة كتشحر وتنقلب مرة مرة وتنقلب بحل هكا وكنديرو حجز فصوص ديالتومة اللي غادي نهرسهم كنخلي هاد التويمة كتشحر هكا مع البصلة قدي نجيب واحد الربطة ديال القصفر المعدنوس صغيرة اللي غسلتو مزيان ونضفتو وعندي هنايا خيزو اللي قطعتو رقيق عندي واحد لحبة ديالفلفلة عندي شوية زيت ونقطع وشوية ديالفلفلة صفرة إلا ما متوفرش عندنا هكا الفلفلة ألوان كنديرو اللي متوفر عندنا سوف يو كان قطع الربيع او القصفر المعدنوس كان قطعهم هكا رقاق حتى كان رقهم زيان وغادي نوجدو هكا مع القصفر المعدنوس مع عفوان مع خيزو سوف يو غادي نضيف هاد خيزو وكان نضيف الفلفل والزيتون مقطع كنخلط بحل هكا وكان دير واحد نسكس ديال الماء بعد ما دبالت هكا البصلة غادي ناخد هكا واحد الكيمية قليلة ديال الكبدة بحل هكا واحد ميتين وخمسين كرام ديال الكبدة اللي غادي نقطعها كرقيقة كنقطعوه بحل هكا كنديرها مور صوت هكا كرقاق ايه قطعناها كنحطها هكا على الجن بفوح الطبق وغادي نجي نشوف موش بدك يطابلين هكا خيزو لانا خيزو حتى هو قطع تورقيق بعد ما كيطيب كندير هاد الكبدة بحل هكا وهنا كندير شوية الملحة شوية ديال الكوركم او الخرقوم البلدي شوية ديال فابريكا او تحميرا شوية الكمون شوية القصبر يابس وهنا يسكي جبير والفولفول اسود وغادي نضيفهم بعد ما نضفتهاك الكبدة وغادي نخلط سوفيكا نخلط هذه العطرية مزيان بحلقة حتى كيتشربها هكا هاد الخضار وهاد الكبدة كتبدا الكبدة هكا كطيب سوفيكا نصد عليها بحلقة هكا كطيب بقدر ربط عليها الغطة وكنخليها هكا طيب حتى كتشحر وكنتنشف ملمة والكبدة ديالنا بحل هكا طابت ثم شفتو معايا خزو حتى هو بحل هكا طاب صافي وغادي نجيب الروز اللي طاب بحل هكا وغسلته بالمبارد باش نحبس الطياب دياله هنا رطفيت هكا طفيت العافية صافي لأن الروز ره طيب والخضره طيبة الكبدة طيبة صافي كنخلط مزيان هنا الروز ره غادي يبرد هكا الخضر لأن الروز ره طاب وبرد خليتو حتى برد وغادي نجيب الشحمة اللي كتكون هكا متوفر عدنا في العيد وكتشيط لنا الشحمة ما كنصفو ما نديرو بها كنقدروا نديرو بها هد الأكلة كتجيط رائعة هنا كنجيب الحشوة ديالنا وكنجيب واحد زلافة صغيرة وكنسرح هكا الشحمة كنضغط عليها الوسط باش كتبقها ديك الحفرة بحل هكا وغادي نبدأ نعمر نجيب واحد معلقة كبيرة وكنبدأ نعمر هكا ديك زلافة كنضغط عليها مزيان هكا بالمعلقة كنزيد هكا نعمر ونضغط وغادي نبدأ نسد عليها كامل جناب صافي كننقلب عليها بحل كو كنديرو حد المقص وكنقطع الشحمة كننقض الجواني بحل هكا بحل اللي كنعمره شي نسمينا بحل هكا صافي كنجيب اللاطة اللي كدخل فران فران ديالنا كيسخون على مية وتمانين درجة وغادي ندلي بحل هكا كنزيدوا بحل هكا كنزيدوا بحل هكا أنا وريدكم هالطريف هكا ديالشحمة كيف ما قلت لكم إلا قتعدنا بحل هكا الشحمة كنستفدوا منها بحل هكا كنطيبوا بها تهيارة ديدة صافي كنعمره بحل هكا يعني شهيوة من شهيوة ديالعدة الأضحى كتكون هكا مرفقة بالخضار ومرفقة بالروز وكنحبوها كباش كنغيره صافي كنعمر بحل هكا وكنضغط عليها كنزيد نضغط عليها بحل هكا كنعمر وكنضغط وكنقلب عليها بحل هكا وكنقطع اللي بنت لينها كشحمة زيدة كنعودوا ننقصوها من الفوق ثم نشفتوا معي كباش كتجي كتجي توحفة صافي بعد ما عمرنا اللاطة ديالن بحل هكا غديندخل الفران على درجة الحرارة 180 وكنخليها حتى كتشوها وغدين نرفقها بوحد الصلاطة ديال ما طيشها نقطعها هكا قطعها هكا لشكل مرصوات طوال غديندخلوا الخص نجيب طبق تقديم فاش غدينقدمها فرش لها هكا الخص نقدروا هكا نفرشوا لي حتى القصبر المعدنوس وكنضيف مطيشة ديالنبحة هكا وغادي نوريكم الأوكلة ديالنا اللي طابت يعني را ما كتبقاش ديك ديك شو حمرة كلها كتبقات قريبا كتبقاها هكا فلاطة لأنك الدوب ديك شحمه كتبط كتنزل كل الأوكلة ديالنا را كتجي رائعة ومحمرة ثم شفتوا معايا كباش كتجي وكنضيفها بحلها كف طبق التقديم كنقدموها بحل هكا بحل هكا مع الأكالات او كنقدموها بحل هكا بوحد هكا بوجبة عشاء او وجبة غداء نغدي نوريكم شوية منها كيفش كتجي كناخدو هكا الروز من الوسط والكبيدة بحل هكا ما ننسوش اللي عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في قناة وضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوصلوا بجليل ونخليكم مع الصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة